اشتركوا في القناة احرق ماذا من تهى اليه بصره من خلقه واين ينتهي بصره من خلقه الكل العالم العلوي والسفلي لا احرق الدنيا كلها اذا الناس والبشرية والخلق جميعا لا يطيقون رؤية الله جل وعلا في الدنيا وهذا ليس لشيء بشع وانما لجماله وجلاله وبهائه ولنوره قال لا احرقت سبحات وجهه اي ماذا نور وجهه في هذا الحديث اثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وان لوجهه نورا لو رفع الحجاب لا احرق هذا النور ماذا منتهى اليه بصره من خلقه فاذا كانت سبحات وجهه لا يقوم لها شيء سبحان الله فكيف بوجهه اذا كانت سبحات وجهه هكذا جمالا وعظمة وكبرياء فكيف بوجهه سبحانه وتعالى جمالا وبهاء كيف تحقيق على اعجاب him اعجاب اعجاب كيف بوجهه